نساء الخير على حضراتكم ونساء الخير على كل جماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف كالعادة يوم الاتنين هنعمل جولة سريعة على الدوريات الخمس الكبرى وخاصة نحن نقف عند الدوري الإنجليزي ننكلم على الديربي ديربي العاصمة الفرنسية ما بين مارسيليا وبي اس جي كمان ديربي الغضب فيه طبعا الدوري الأسباني ما بين ريال مدريد واتليتكو مدريد الحقيقة حلقة إن شاء الله بإذن الله تنال أعجاب حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم كلم على الكرة العالمية بشكل مفصل وخاصة يعني فريق ليبربول ونجمنا الكبير محمد صلاح وما يقدمه خلال موسم إن شاء الله يكون استثنائي مع ليبربول قبل ما نخش من قفتنا الحقيقة تعالوا مع بعض وردون داردش شوي على نادينا العظيم النادي الأهل وخلينا نبدأ بكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب بنقوله ألف سلامة وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة حضراتكم عارفين كابتن محمود الخطيب متواجد دلوقتي في فرنسا لمتابعة العلاج هرجع وراء شوية من أيام ما كان كابتن محمود الخطيب موجود في مصر والصورة قدام حضراتكم دي يعني كانت فيه دعوة حميدة طبعا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بدأت الكابتن محمود الخطيب لحضوره الديربي الفرنسي ما بين بي ات جي ومارسل وطبعا كان فيه اترحاب كبير جدا ومش هتكلم على شخصية الكابتن محمود الحقيقة شخصية زي ما بديتكلم شخصية تنال احترام الجميع وجوده في الديربي الباريسي كان يعني بيطمننا على حالته الحمد لله الكابتن الحالته الحمد لله مطمئنة جدا زي ما بقول لحضراتكم يمكن الحالة الصحية لكابتن محمود الخطيب بضغوط كتيرة جدا جدا ويعني الشغل الكتير طبعا بيأثر ما فيش شك على الحالة الصحية كان متواجد قبل طبعا قبل كده كان موجود في القاهرة وبعدين سافر زي ما حضراتكم عارفين في الـ Preseason للنمسا مع فرقتنا وكان متواجد هناك بشكل يومي مع الفريق بيتطمن عليه وبيتطمن على استعداداته للموسم الجديد في آخر معسكر كان فيه وعكة صحية قدع الأطارة طبعا راح لفرنسا وقال انه هيكمل ان شاء الله رحلة علاجه في فرنسا قال في سلامة لكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي أنا عن كورب في الفترة اللي فات الحقيقة بيعمل مجهود غير طبيعي ضغوط كتيرة جدا كابتن محمود الخطيب ما بيصفش كله صغيرة وكبيرة بالنسبة للنادي الآي وخاصة فريق كورت القدم بيتابع كله صغيرة وكبيرة حتى دلوقتي موجود في فرنسا لكن متابعة دايما مع الفريق الأول مع طبعا الكابتن خالد بيبو ومارسل كولر نروح لنقطة تانية وهو طبعا النادي الأهلي أو المشوار الأفريقي في موسم إن شاء الله بإذن الله يكون موسم رائع والفوز بسلاسية بسلاسية نظيفة أمام فريق طبعا سانت جورج الأسيوبي الحقيقة المباراة كانت مباراة مميزة جدا للنادي الأهلي خاصة في الشوت الثاني الشوت الثاني للنادي الأهلي عملوا بشكل جيد جدا مارسل كولر بيحط تشكيلة مختلفة شوية عن المباراة اللي فاتت وده الروتيشن اللي بنتكلم عليه كان مهم جدا بداية المشوار الأفريقي وبفوز أنا شايفه أنه كان ممكن يكون أكبر من كده الحقيقة كان فيه مكاسب غير النتيجة آه كان فيه مكاسب في المباراة دي تتطمن على جهازات لعيبة كتير البعض منهم غاب زي ما بقول حضراتك قدام مباراة النادي المصر اللي قاف زي محمود كهرباء وحسين الشحات وكمان مروان عطية اللي بدأ المباراة بعد ما كان على دكة البودلاء في المباراة الدوري والحقيقة استمرال لتقلق إمام عشور بصورة الحقيقة صورة رائعة حسين الشحات لها غبارة عليه من الموسم الملفات بيعمل موسم أكتر من رائع مستمر في هذا التقلق الحقيقة حسين الشحات ودائما لما أتكلم عن نادي الأهلي آه فيه لعيبة يعني بتحط بصمتها في المباراة ولكن أنا شايف أن من بعد مباراة السوبر الحقيقة نادي الأهلي الصورة الحقيقة بدأت تظهر تاني التركيز واضح جدا الأداء حتى اللعيبة الروتيشن اللي بتعامل على أعلى مستوى الصورة اللي قدامك حسين الشحات ما شاء الله عليه محمد هاني ماشي بخطة سابتة فعايز أتكلم الحقيقة عن مباراة سان جورج والمكاسب الكتير اللي أنا قلت لحضراتكو عليها مكاسب على مستوى اللعيبة الروتيشن اللي حاصل بشكل كبير جدا هتكلم على إمام عشور الحقيقة اللي يعني ان شاء الله بإذن الله لسه جاي كمان يعني إمام عنده كمان مساحة من التطور عنده أداء الحقيقة أكتر من رائع روحه حلوة في الملعب الحقيقة أنا بشوف بشوف حاجات ممكن حضراتكم ما تشوفوهاش بشكل مباشر يعني في لقطة مبارح في المباراة بيعمل شوتينج من الثمنتاشر الكرة بتغبط في العيب بيرجع سبرينت حوالي أربعين متر فعلا يعني سبرينت علشان يقف في مكانه تاني عنده عنده عايز عايز يطلع إمكانياته بشكل كبير جدا وإمام عشور الحقيقة إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي والنادي الأهلي إضافة كبيرة جدا لإمام عشور يعني عايزين نقيمه بشكل متدرج يعني أنا دايما يعني من المدارس اللي مش خلال ماتش أو اتنين نطلع باللعيب السماء أو ننزل بمدرب الأرض يخلينا نكون وقعيين بداية طيبة جدا جدا للصفقات الجديدة خاصة يعني رضا سليم وإمام عشور لسه إن شاء الله مودست حيخش في الطريق لكن خلينا ماشيين بهذا الإسلوب إن احنا عندنا أمال كثيرة جدا في رضا وعندنا أمال كثيرة جدا في إمام عشور لسه ما دخلش الفرقة بشكل كبير لسه تالت مباراة أو رابع مباراة وبالتالي لسه الموسم طويل ومساحة التطور لأداء إمام عشور مش الأداء الفردي الأداء الجماعي مع الفرقة إن شاء الله هيتطور بشكل أفضل الناس بدأت تتكلم دلوقتي على شوية دويتو ما بين إمام عشور وريضا سليم موجود علي معلول موجود حسين الشحات الحياة تعاون واضح جدا وما تحسش إنه هو يعني غريب على الفرقة شوية ده من صفات اللعب الكويس يعني دي حاجة كويسة تحسب لإمام إنه هو داخل الفرقة خلاص ما عندوش أي مشكلة في التجانس مع الفرقة بشكل كبير جدا فدي من مكاسب المباراة الحقيقة الحاجات اللي ممكن أعف عندها شوية خلينا يعني دايما بتك على الحتة ديت لأن لازم تكون عند لعبتنا ولازم تكون الصقافة دي موجودة لو قادر تكسب خمسة وستة وسبعة وتمانية اكسب ليه لا يعني مباراة مبارح رغم ما إحنا قدينا بشكل جيد لكن أنا برضو النتيجة لا أنا قلت النتيجة للمفروض تطلع سبعة تمانية فيه فرق كبيرة جدا وحنتكلم النهاردة في الإسبوع دوت فيه نتائج كبيرة يعني الماني يونايتك كسب بالتمانية باير ميونيك كسب بالسبعة فانت لو قادر وعندك القدرة والمباراة تسمح والخصم يسمح إنك تكسب سبعة وتمانية ده شيء هايل الأهداف اللي ضاعت شوية بقف عندها شوية شوية عدم تركيز شوية ما فيش يعني ما فيش الجدية شوية في إنهاء الهجمة دي إن شاء الله تتحل الفترة اللي جاية لكن دايما بقف عند ثقافة العيب جوه الملعب الفرقة خلاص ضمنت المباراة بشكل جيد واحد سفر وبعدين اتنين سفر وبعدين يمكن الجوني التالت جيه في البلاس تسعين فأنا كان بقف دايما على الحتة دي تلازم الثقافة دي كمان تبقى تزيد عندنا عند فرقتنا شوية مش مطالب إن كل المباراة تكسب اربعة وخمسة وستة لا لكن لو أنت عندك الفرصة والمنافس اللي قدامك يسمح إن أنت تكسب بنتيجة كبيرة أعملها شفنا على مستوى أوروبا شفنا نتائج كبيرة جدا جدا شفنا برشلونة البايرن بيكسب برشلونة تمانية وبايرن بيكسب بخهم سبعة وبعدين الماني يونايتد يكسب بالتمانية في عندنا النهاردة في الحلقة تاريخ النتائج الكبيرة كمان في البريمالليجي هللاقي أرقام تمانية وتسعة فالثقافة اللي لازم تكون موجودة عند لعبتنا بشكل كبير المنافس لو أنت قادر اكسب وأي فرصة تجيلك ما تقولش آه يعني لو دي ضاعت هجيب اللي بعديها هتيجي المباريات مش هجيلك ثلاثة أربع فرص في المباراة فلازم يكون عندك الإحساس دوت لازم يكون الصقافة دي لازم تكون موجودة عندك بشكل كبير كل التوفيق اللي فرقتنا ان شاء الله حضراتكم عارفين الجمعة اللي جاية هتكون مباراة العودة واتمنى ان شاء الله لو هذا منافس بهذا يعني القدر الفني اللي ممكن تستطيع أن تكسب اربعة وخمسة وستة ما تقولش أنا كده الماتش الأولاني كسبان ثلاثة خش الماتش وكسب ستة وسبعة لأنه كمان ده بيسمع ده بيكون نتائج تاريخية بتكتب في التاريخ غير ان انت بتنمي هذه الصقافة طيب على مستوى منتخبنا النهاردة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا بيختار قائمة المحترفين ان شاء الله في الأجندة الدولية في أكتوبر النهاردة أعلن البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية لطبعا المعسكر القادم في أكتوبر ان شاء الله بإذن الله اللعب المحترفين اللي هنضموا للمعسكر المكرر ان شاء الله من فترة من تسعة لسبعتاشر أكتوبر ان شاء الله في مباراتين في مباراة أمام زنبيا ومباراة أمام الجزائر يوم اتناشر وستاشر على التوالي في طبعا مدينة العين بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد شهادة القائمة عودت طبعا محمد النني لعب الأرسنال بعد طبعا غياب فترة للإصابة عودته تاني ونقول له الحمد لله على السلامة نني وزي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت كان انني ما كانتش متواجد ولكن انني كان موجود طبعا منذ ولاية المباراة بلجيكا حضراتكم عارفين في نوفمبر الماضي كانت المباراة الأخيرة لي وهي المرة التانية اللي ينضم فيها للمنتخب خلال عهد المدرب روي فيتوريا القائمة كمان زي ما بقول له حضراتكم 11 لعب محترف يا رب بزيادة يعني الـ 11 يبقى 12 و 20 و 25 عايزين في يوم من الأيام كده وأنا بقول لكم القائمة أقول لك 25 لعب محترف من مصر في قائمة المنتخب القائمة طبعا على رأسها النجم الكبير محمد صلاح عند محمد النني تريزيجي طريق حامد كوكا ومصطفى محمد عمر مرموش وحمدي فتحي محمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي حضراتكم عارفين المنتخب طبعا كل ده في خلال استعداداته لمنافسات كأس طبعا الأمم الأفريقية في ساحل العاج عشرين اربعة وعشرين إن شاء الله في مطلع الموسم أو السنة اللي جاية إن شاء الله وأنا بقول محترفين كده في تقلق غير عادي زي ما بنقول على محمد صلاح لكن كمان في تقلق ملحوظ جدا وفي تطور في الأداء بشكل أكتر من رائع اللي نجمنا مصطفى محمد مصطفى محمد الحقيقة بداية مع الدور الفرنسي بداية رائعة جدا جدا هو دلوقتي طبعا في المركز الثاني بعد انتبه في هداف البطولة مصطفى محمد بيقدم مستويات رائعة الحقيقة ما ببصش قوي الأهداف طبعا مهمة وهو يمكن بيلعب مع فريق إمكانياته الفنية محدودة شوية في الدور الفرنسي لكن محمد الحقيقة لفت أنظار الجميع في خلال الأسابيع اللي فاتت على مستوى أداءه البطولي بيقاتل بشكل كبير جدا على مستوى عدد الأهداف اللي أحرزها أعتقد وصل لأربعة أو خمس أهداف دلوقتي على مستوى التطور في أداءه محمد يعني كمان على مستوى التزديدات الكرات السابتة شفنا هدف رائع من كرة أو من تزديدة من ضربة سابتة الحقيقة مصطفى محمد ماشي بخطوات جيدة جدا 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 على مستوى الأول كنا خايفين على مستوى التأقلم شوية طب اللغة طب هيكمل لا الحقيقة ماشي بشكل أكتر من رائع ملتزم جدا في تدريباته ملتزم جدا مع منتخبنا لما بيجي عنده ديسبلين أكتر من رائع وده مهم جدا دي عناصر أنا بتكلم مع حضراتكم اللي بتساعد اللعيب في الملعب واللي بتدي صورة جيدة جدا للمسؤولين سواء على مستوى الإدارة الفنية أو على مستوى الجماهير بقى عنده شعبية جماهيرية كبيرة جدا جدا في نانت في فرنسا شفنا لقطة ظريفة قوي من على السوشيال ميديا يعني ينازل مع ابنه وماس الكورة وبيلعب أو أثناء تسخين بعض المبارات وفيه تفاعل ظريف جدا جدا ما بين مصطفى محمد والجماهير ده شيء مهم جدا ده شيء مهم جدا في حياة اللعب لكن على مستوى التطور ما شاء الله متطور بشكل كويس بيتطور بشكل كويس ويمكن قبل الهواء كنت بتكلم يعني مع يعني مع أحد الزملاء كده بقول له مصطفى محمد لازم السنة دي بالكتير قوي هقض السنة دا يتولازم يروح على الدور الإنجليزي إن شاء الله بإذن الله يكون عنده مانجمنت كويس يكون عنده إيجنت كويس لأن دي كمان خطوة مهمة جدا في حياة اللعب المحترف ويدا اللي كنت يمكن بتكلم شوية كان تريزيجي عنده دفوف في الحتة دي شوية تريزيجي تأخر قوي لعب سنوات طويلة شوية في الدور التركي وبعدين انتقل لي الدور الإنجليزي لعب في أستون فيلا وعمل مباريات كبيرة جدا بس ما فيش أب جريد يعني ما فيش الوكيل ما اشتغلش بشكل جيد إنه ممكن نشوف تريزيجي وهو قادر على ده وعنده القدرة على أنه يلعب في أحد الأندية الأرسنال مثلا أو يلعب في المان يونايتد أو يلعب حتى على مستوى نيو كاسل فإن شاء الله بإذن الله ومحمد يكون سمعني ويبقى عنده إيجنت إن شاء الله قادر إنه هو يسوى إمكانياته بشكل جيد عملية التسويق للعيب عملية فنية يعني مصطفى محمد متدرج بشكل كبير جدا إن شاء الله يتقلق السنادي ويحقق مزيد من النجاح والأهداف وفي اعتقاد الشخصي يبقى يتنائل حتى لدوري أو لنادي أفضل في الدوري الفرنسي يكون من الأندية الكبيرة مارسيليا ليه لأ يروح باريس سان جرمان ليه لأ يروح موناكو الأندية اللي ممكن جدا تكون بريتجي يكون كبري بالنسبة لهم أو وصلة يعني للدوريات الكبرى وعلى رأسها طبعا الدوري الإنجليزي كل التوفيق لمصطفى محمد إن شاء الله مزيد من التقلق والنجاح التقلق والنجاح عنوانه محمد صلاح الحقيقة يعني محمد صلاح بيواصل كتابة التاريخ الحقيقة الإسبوع ده كمان نجملها الكبير محمد صلاح بيواصل كالعادة كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية صلاح قاد ليبر بول زي ما كلنا متابعين للفوز بنتيجة 3-1 على وستهام ده كان طبعا في الجولة السادة من عمر الدوري الإنجليزي ويسجل محمد صلاح هدف ليبر بول الأول من ضرب الجزاء حصل يعني هو حصل عليها وسددها بنفسه طبعا تعرض للعرقالة داخل المنطقة من المدافع المغربي نايف أكرادوي رفع بهذا الفوز رصيد ليبر بول إلى 16 نقطة والانفراد بالمركز الثاني في جدول الترتيب بعد الجولة السادة بفارق نقطتين عن المان سيتي المتصدر طبعا ويمكن ليبر بول استفاد جدا جدا من انتعادل طبعا أرسنال وتوتن هام 2-2 في ديربي لندن ورجعوا المركزين لورا المركز الرابع والخامس وقعد طبعا صعود برايتون طبعا برايتون كمان من الفرق المميزة جدا ويفوزوا على بارموس 3-1 وتصدر المركز الثالث لكن محمد صلاح الحقيقة بعد هدف مبارح في شباك وست هام أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليز الممتاز بيسجل أو بيصنع في 12 مباراة متتالية مرتين خلال مسيرته في البريمير يمكن هو عملها المرة الأولى يعني عملها كان ساهم بالمشاركة والتسجيل في 15 مباراة ده كان في 2021 لكن الأمر الحالي في 12 مباراة يدر يكون مساهم بأهداف أو بأسست كمان الفرق المصري الحقيقة أصبح خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباريات لفريقه في الموسم بعد طبعا دي الأرقام بعد طبعا بيك هام ده كان في اليونيتد في موسم 2001 و2001 وتيرن هيرلي مع الأرسنال في موسم 2004 و2005 أجواره مع المين سيتي في 2019 و2020 وطبعا هالند رفقة السيتي في الموسم الماضي 20 22 23 هذا التقلق دفع الحقيقة بعض الجامعات الكبيرة وعلى رأسها دراسة في هارفود بتبرز كواليس إيه اللي حصل مع صلاح وخاصة الفترة بتاعة تجديد العقد بتاعة محمد صلاح الفترة كانت فترة صعبة جدا خاصة حضراتكم عارفين كان موسم سيء لليبر بول وبالتالي النهاردة محمد صلاح بينشر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر صفحة من دراسة خاصة عدتها جامعة هارفود الإنجليزية الشهيرة عن تفاصيل تجديد عقد الفرعون المصري مع نادي ليبر بول الحقيقة الدراسة بتدور يمكن اللي عدتها دكتورة ألبريس عن تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليبر بول في 2022 يعني بعد ما نشر محمد صلاح الدراسة وبدأت يعني الدراسة بدأت بجملة لقد بدأت أخشى أننا قد لا نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد على لسان محمد صلاح عرض ليبر بول الأول الأخير لا يزال بعيدا عما نريد محمد صلاح بيقول خطوات التجديد كانت عاملة ازاي ويخلي بالكو برضو في يعني محمد صلاح ما بيعودش يتناقش أو يتكلم لأ عنده وكيله طبعا رامي عباس هو اللي بيتكلم عنه عنده شركة وعنده مانيجمنت كبير جدا يعني ما تليش محمد صلاح بيعود مع رئيس النادي أو بيتكلم في أرقام الكلام ده هو شركته وهو اللي بتروح بتناقش العقد مع مسؤولي ليبر بول بتحط الأول للعرض الأولاني لا مش موافقين للعرض الثاني فمحمد صلاح كان بيقولك كنت خايف لأن العرض الأخير بتاع ليبر بول ما كانش أو كان بعيد جدا على اللي كنت بطلبه الدراسة كمان تبعد بتقول أن رغم طبعا صلاح رغم المسم السيء اللي هو في 2022 لكن بعد إنجازاته مع ليبر بول كان بلا منافس الحقيقة وأكبر نجم رياضي في العالم العربي كله وهنا بيقول أن احنا بنتذكر كمان أن رامي عباس هو اللي بيعمل خلف الكواليس عمل مع صلاح مش بس في ليبر بول لكن كمان في تواجده أثناء تواجده في إيطاليا وممكن نقول أن المانجمن ده أو المجموعة العمل بتاعت محمد صلاح ورامي عباس والمستشيرين أو الوكالاء لمحمد صلاح الحقيقة عملوا مجهود أكتر من رائع في هذا التجديد الدراسة كمان أوضحت أن الشراكة ما بين محمد صلاح ورامي عباس زي ما بيقول لحضراتكم أن التحدي الكبير بعد انتهاء عقد محمد صلاح مع ليبر بول وكانت عملية تجديد عقد محمد صلاح طويلة ومتوترة حضراتكم كلنا كنا يعني كنا متابعين هذه التطورات وهذا التوتر وأن العملية كانت محمد صلاح قاعد لا محمد صلاح ماشي هياخد 200 لا هياخد 300 وبدأت الناس تتكلم وكان فيه توتر شديد جدا جدا لكن كمان كان فيه رغبة كبيرة جدا من محمد صلاح وده اللي حسمت الأمور بشكل كبير زي الفترة اللي فادت كان عنده رغبة في استكمال مسيرته مع ليبر بول النهاية بعد الاتصالات كتيرة جدا جدا مع صلاح وكيله وتفاصيل العقد الجديدة مع ليبر بول بعد يمكن زي ما بقول لحضراتكم دراسة كبيرة لكل الأحوال بين نسبة محمد صلاح قدر يجدد فعايز أقول لحضراتكم أن محمد صلاح بقى مادة يعني بقى مادة تدرس وبقى تقلق محمد صلاح مش التقلق الأخير ده السنوات الأخيرة وما بنا محمد صلاح في الدورة الإنجليزية الحقيقة دفع كتير من الطلاب الجامعة ودفع كتير من الجامعات الكبيرة في إنجلترا أنها تدرس حالة محمد صلاح وكيف يتقلق هذا الفرعون المصري ويقصر الأرقام ويحطم الأرقام القياسية الحقيقة فخر كبير جدا جدا لنجمنا الكبير محمد صلاح المهاردة سيكون زي ما حضراتكم فقرة مميزة مع نقد الرياضي ومحل الكرة العالمية أحمد مجدي سيكون من نورنا النهاردة سنتكلم على الدوريات الأوروبية الكبيرة سنتكلم على محمد صلاح ليبر بول سنتكلم على الكلاسيكو ما بين مارسيليا وي بي اس جي وكمان ما بين أتليتيكو مدريد وريا المدريد ونتكلم شوية عن الكرة العالمية ونتكلم أكيد كمان على الفترة اللي جاية لمنتخبنا القوم النهاردة زي ما بقول لحضراتكم الجولة الستة خلصت من الدوري الإنجليزي هنتوصل ونشوف النتائج ونشوف الدنيا راحة فين لأن الحقيقة فيه نتائج مفاجأة كبيرة زي ما بقول لحضراتكم برايتون من الفرق اللي طلعب بشكل أكتر من روعة دلوقتي هي في المركز التالت كان فيه شوية دروب كده للماني يونايتد لكن التومانية أو الفوز الكبير تمانية في الجولة اللي فاتت أكيد عدلت الكفة شوية كل ده هننقشوا مع حضراتكم مع مجمينة أحمد مجد طيب نخش أخبار سريعة معنا النهاردة نشوف أول خبر مودريتش طبعا ينطقت حكم ديربي مدريد طبعا الكرواتي لوكا مودريتش لعب وسط ريال مدريد في حالة من الغضب بسبب رخاص حكم مباراة ديربي مبارح أمام أتليتكو مدريد هادقوا عارفين المباراة تاعد بفوز أتليتكو مدريد 3-1 على الريال في ملعب مترو بوليتانو ده دمن منافسات الجولة الستة العديد من اللقطات الجدلية الحقيقة على مستوى التحكيم أشارت بعد التقرير أن مودريتش لعب دوره كقائد وكان دايما بيروح ويقترب من الحكم وبيتكلم معه ولكن بكل أدب وكل احترام بيحتاج على بيحتاج بشكل يعني قانوني وكان بيحاول يتحدث مع الحكم في القرارات الجدلية التقارير أوضحت أن رغم سلوك مودريتش المثالي الحقيقة واحتجاجه بكل احترام مع طبعا القواعد المعتادة في التواصل مع الحكم لكن الحكم روخس قرر منحه بطاقة صفراء ويجي قرار الحكم رغم أن اللاعب الكرواتي يحتاج بدون زي ما بقول حركات أو خروج عن النص بشكل جديد انفجر مودريتش من الحكم أثناء وهم خارجين في الممر اللي هو المؤدي لغرفة الملابس ما بين الشوتين ويمكن قال جملة كده مودريتش قال انهم لا يأخذونها محمل الجد يعني الناس الناس دي بتهزر ولا ايه مش وقدين الموضوع الجد يعني وقال انه امر مغزي جدا ان الحكم حتى ما بيستمعش بشكل جيد ده على مستوى رئي المدريد وعلى مستوى الخسارة أمام بسلسية مقابل هدف نروح لألمانيا الحية وبيرهوف بيرهوف طبعا بيتكلم على ناجل سمان ناجل سمان طبعا وتدريب المنتخب الألماني وقال ان تدريب المنتخبات مختلف تماما عن تدريب الأندية أوليفا بيرهوف طبعا ده المدير السابق للمنتخبات في الاتحاد الألماني لقرة القدم قال ان طبعا ناجل سمان المدير الفني الجديد للمنتخب الأول هو الرجل المناسب لقيادة الفريق في كأس الأمم الأوروبية في يورو 20-24. خلي بقى لحضراتكم نيجلزمان 37 سنة أنت بتتكلم على تاريخ طويل جدا جدا للمنتخب الألماني كم مدرب مرة للمنتخب الألماني عبر تاريخه يعني حضراتكم تقولوا كم خلاص الصورة تلعت نيجلزمان رقم 12 12 مدرب فقط في تاريخ المنتخب الألماني يعني بتتكلم تدخل على أكتر من 100 سنة يعني أكتر من 100 سنة المنتخب الألماني بيدربوا 12 مدرب حتى نيجلزمان لسه ما بدأش عندك 12 مدرب في تاريخ زي ما الصورة قدام حضراتكم وحتلاقي المسافات مسافات كبيرة يعني هتلاقي المسافات يعني فيه ناس دربت يعني أكتر من 10 سنين هناخد مثلا يعني رودي فولر هو يمكن أربع سنين بس كلينزمان مرن سنتين بات يوجن لوف حوالي أنت بتتكلم في 15 سنة رقم كبير جدا جدا سيب المدرب سيب هيرجر ده من 36 إلى 64 بتتكلم على الحقيقة مدربين قعدوا فترات طويلة جدا جدا مع المنتخب الألماني وخلي بالكوا دي سياسة المنتخبات في ألمانيا وكلهم ألماني خلي بالكوا يعني كل حضراتكم شفتهم دول كلهم ألماني يعني ما فيش لغاية دلوقتي مدرب مش ألماني أو درب المنتخب الألماني ناجلزمان طبعا الوافد الجديد على المنتخب الألماني يمكن بيرهوف المدير السابق للمنتخب الألماني قال في تدوينه كده ناجلزمان الحقيقة واحد من أبرز المدربين الألمان وده لا شك فيه وكل خبير بيعرف أنه أكيد ناجلزمان مستعد لهذه المهم كمان قال أنه مدرب جيد وأضاف طبعا مهاجم طبعا كان مهاجم كبير كبير بيرهوف كان من مهاجمين العظماء في تاريخ ألمانيا قال أنه تولي تدريب منتخب الوطني بيختلف تماما عن قيادة الأندية لكنه بيصد في ناجلزمان البالغ من العمر ستة وتلاتين سنة من السبعة وتلاتين وأكد أن ناجلزمان طبعا سيعظى بدعم كبير جدا جدا من جانب رودي فولر رودي فولر دلوقتي هو المدير الرياضي للاتحاد الألماني زي ما قلت حضراتك بيرهوف كان نجم كبير ومهاجم كبير وهو كان متولي طبعا مدير الاتحاد الألماني السنوات طويلة جدا رحل عن الاتحاد الألماني في ديسمبر اللي فات بعد عمل استمر 18 سنة شوفوا الأرقام اللي بقولها مدربين على مستوى أكتر من 100 سنة هم 12 مدرب مدير الرياضي أو مدير المنتخب بيقعد بال15 وال17 وال18 سنة شوف بقى المنتخب الألماني طلع ونزل وطلع ونزل أديه في السنوات دي لكن عندهم استراتيجي وعندهم أجندة شغالين عليها بشكل أكتر من رائع حد يقول لي دلوقتي المنتخب الألماني في أسوأ حالاته ما عنديش شك ولكن هتفرق كمان على المستوى اللي هيصعب فيه لأن المنتخب الألماني دائما وأبدا من المنتخبات الكبيرة جدا جدا على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم الحقيقة وهم ماشيين باستراتيجي معينة زيها زي الأندية الألمانية طيب نسيب ألمانيا نروح سريعا لفرنسا الإقاف ينتظر حكيمي في الدوري الفرنسي يعني خلاص بات أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان مهدد بعقوبة اندباطية عقب الفوز على مرسيليا في الدربي 4-0 على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الستة من الدوري الفرنسي صحيفة لوبريزيا قالت أن حكيمي وكولوم واني وعثمان ديمبلي وكروزا وكل دول بيواجهوا عقوبات إيه العقوبات بسبب إيه؟ بسبب هدفات عدائية ومسيئة ضد أولمبيك مرسيليا اللي حصل أنه كان هناك مقاطع من صور بالفيديو لأشرف حكيمي مع زملائه بيرددوا هتاف باريس سان جرمان اللعنة على مرسيليا وأمهاتكم طبعا دي كانت هتافات موسيئة جدا لمرسيليا وإطلقت فيديو كده أن أشرف حكيمي وبعض اللعيبة بيرددوا هذا يعني هذه النغمة اللي بيرددها الجماهير طبعا أوضحت ربطة الدوري الفرنسي أنه ستحقق في الواقع وإذا ثبت الإدانة قد يتعرض كل اللعبون المعنيون بهذه بعقوبات كبيرة جدا وبتصل لحد كبير لإمكانية الإقاف لمدة كبيرة طبعا زي ما بقول لحضراتكم المدافع تاي تيرو مدافع مرسيليا السابق اتعرض للإقاف مباراة واحدة في عام 2011 بسبب هتاف مماثل ضد البي اي جي وإن حضراتكم عارفين حكيمي يمكن صاحب الـ 24 سنة يمكن سجل الهدف الأول في مرسيليا وتسبب في الهدف التاني اللي سجله طبعا كله موانيه فأشرب حكيمي ماشي بشكل أكتر من رائع لكن قد تكون هناك فترة للإقاف بسبب يمكن هذا الفيديو المنتشر في السوشيال ميديا الفرنسية طيب هنطلع فاصل سريع بعد الفاصل عايزين نستقبل دفنا ونجمينا النهاردة ناقد الرياضي ومحل القرى العالمية المتميز أحمد مجدي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وكمان برحب بنجمينا المتميز الحقيقة ناقد الرياضي ومحل القرى العالمية والأفريقية والأوروبية وكل حاجة أنتو عايزينها اللي بيشرفنا النهاردة أحمد مجدي يا بوحميد زيك يا كابتن أخبارك زي الفل يا كابتن مدعم مشايف حارتك بخير بقى زي الفل حبيبي ربنا يخليك يا بوحميد منورنا دايما نتكلم عن الدورة الإنجليزية خاصة يعني باستضاعفة شوية وهنتكلم على بعض الدوريات الأوروبية لكن كالعادة خلينا برضو نروح ونشوف طبعا نجم مصري جديد أو لعب مصري جديد في ألمانيا يعني الحقيقة لسه رحلة البحث موجودة وبنبحث وبندور على المصريين اللي بلعبوا في الدوريات الأوروبية على مستوى طبعا الشباب يعني يشكر فريق العمل لازلنا نبحث وعندنا يمكن كمان القادم كمان هيكون عندنا لعبة مستوى كمان يكون إن شاء الله يأهلوا منهم يكونوا موجودين في منتخباتنا أو حتى على مستوى أندياتنا في الدوري المصري أبو حميد عايزين نتكلم على المحترفين ونتكلم خاصة على نجمنا الكبير محمد صلاح وتاني رغم الدوشة اللي كانت حصلة قبل قراره بتواصل مع ليبر بول وإتمام عقده شايفت محمد صلاح إزاي في الخمس جولات أو ست جولات اللي فاتت بالرغم الظروف الصعبة اللي مر بيها من ضغوط في البداية يا كابتن بس اسمح لي أتمنى الشفاء العجل والسلامة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وإن شاء الله يقوم من من الوعكة يبقى الف السلامة إن شاء الله ويطمن أنصار وجماهيرون إن شاء الله يبقى الشيء بسيط بإذن الله بالنسبة لموضوع محمد صلاح إحنا زي ما قلنا يا كابتن محمد صلاح نجح أنه يصل لمرحلة ذهنية قبل فنية بتخلي كل حاجة برا الملعب حاجة وجوى الملعب شيء تاني خالص يعني هو المسألة برا الملعب آه في ضغوطاته وفي قاعد ولا لأ والعرض شكله إيه وما إلى ذلك ده منفصل تماما عن الملعب لأن محمد صلاح عارف إن الملعب هو اللي هجيب كل حاجة غيره مش العكس مش الأمور اللي بتمشي برا الملعب هي اللي هجيب أدعي في الملعب بالضبط في الملعب هو اللي هجيب لك كل حاجة وده اللي بيعمل وده اللي بيأكده كل مرة إحنا بالوقت بنتكلم على مستوى مساهمة لمحمد صلاح أنا ما شفتوش ميت هياقلي من أول سيزن من أول سيزن محمد صلاح اللي وقت قال عليه وان سيزن واندر أو عجوبة الموسم الواحد أو الموسم ليه في ليفر بول بل بيزيد عليه دلوقتي أولا تقدمه في السن وأحيانا بيبقى فيه شوية إشكاليات طبعا مش باين عليه الحمد لله لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله أي إشكالات جسمانية بس أصد إن السن اللي عامل في بعض الأوقات زائد إنه بقى دايما كل الفرق الإنجليزية وكل المدربين عارفين إنه ده أهم نجم وهو مفتاح لها بالأساس الليفربول فبتفرض عليه رقابة لسيقة محمد صلاح رغم كل ده كل موتش لازم يسجل أو يساهم بالصناعة أو بالتسجيل وبيعمل ده بمنتهى السهولة وبيعمل ده بمنتهى السلاسة وبيعمل ده دلوقتي أنا بقيت أحس كمان وبيعمله من غير مجهود كبير زي زمان يعني ما عادش بيحتاج كل هجمة يجري للأربعين والخمسين متر آه لو عايز بيعمل ده بيعمل ده بس ما بقاش بيحتاج قوي كل ده دايما لأنه وصل لمرحلة من نطج المكان يعني زي ما بيقول النواع عارف البوزيشن إن جرتعه وشكله إيه بيعرف يتحرك في الأماكن اللي فيها خطورة كل كورة لليفربول وأنا أعني ما أقول كل كورة هجومية لليفربول لازم تعد على محمد صلاح دلوقتي سواء بالتمرير أو البري أسست أو التسجيل محمد صلاح وصل لدرجة من التأثير تاني إحنا كنا مع بعض هنا من حول 3 أسابيع وكان ساعتها قبل ماتش أعتقد أستون فيلا خلي الناس تراجع تاني الماتش اللي فات لمحمد صلاح في البريمير ليج تاني بقول أي ملخص أي ملخص لليفربول دور على كل هجمات لليفربول محمد صلاح لازم مشارك في كل الهجمات في كلها مش في نسبة كبيرة منها في كل الهجمات ما حدش بيسجل ولا بيصنع يعني مثلا تمرير مكاليستر لدروي النونيز أدي الجون البري أسست هتلاقي محمد صلاح موجود فيه دايما هو اللي مدي المكاليستر أصلا بيفتح الجناح بشكل رائع بس ما عادش محتاج دايما يكون على الخط ولو يحتاج يكون على الجناح هو لسه فت فبيعمل ده فبصراحة يعني يعني بغض طلع كل حاجة عن محمد صلاح كارير احنا شفناها المرحلة الزهنية اللي هو وصل لها يعني أنا نفسي كنت من بعض يعني كنت أحيانا بقول ما تتكش قوي على قصة المنتلتي دي وانت بتكلم المصريين وانت بتكلم لا التك يعني أنا عايزه عادي يبتدي علم الناس فعلا إزاي قدر يفضل في المستوى العالي ده ستة وسبع سنين في أعلى أندية العالم في أعلى دوري في العالم في أعلى لفل كرة في العالم ولو تبص على الكارير كله سبت محمد صلاح المهمة في الكارير من بعد تجربة تشيلسي بالذات أنه صلب جداً زهنياً ما فيش أي حاجة بتأثر يعني من بعد تشيلسي في أورنتينا تقال هيفشل الشخص اللي مش هيعرف يرجع أنجلترا تاني محطوط دايماً في الزون دي إنك اتقلق في إيطاليا بس خلاص إنت أثبتت أن أنت لعيب مش بتاع كوالة الدور الإنجليزي فيقعد سنتين ونص في إيطاليا يقفل إيطاليا يرجع أنجلترا يعمل موسم خرافي يتقال له أنت مش هتعرف تاخد شامبينز ليج أنت أعجوبة الموسم الواحد فيدخل الموسم اللي بعده يعمل نفس الشي أنا فكرة يا أحمد دا كان وصل لنا أنا برجع معك بالزمن اللي وراء شوية تقلق السنة الأولى يعني هي السنة الأولى وبعدين السنة التانية أقول لك أولا خلاص كده أنا أعتقد محمد صلاح وبعدين التالت والربعة والخمسة والستة والسبعة والنقطة اللي أنت بتتكلم عليها القوة الزهنية مش البدنية كمان القوة البدنية ما شاء الله لسه بأحسن حالاته لكن كمان القوة الزهنية اللي يمكن كان لها مرضود إيجابي جدا في المرحلة اللي بقولك عليها مرحلة اللي هو ما قبل أو اللي هو في الانتقالات الصيفية والدوشة لكن تحسن محمد صلاح وأنا قلتها في الحلقات قبل كده أنه عايش في بابل شوية خلاص هو كل العوامل الخارجية دي ما بتأثرش عليه خلاص هو زي ما أنت بتقول الملعب والملعب وبس والجملة الأهلها طبعا يرجع الكلوب أن محمد صلاح دايما متواجد في الأوقات اللي احنا عايزينها أي أن محمد صلاح لا غن عنه في ليبر بول انعكس إزاي بقى على كمان أداء ليبر بول ومقارنة بدايات ليبر بول الموسم ده بالموسم اللي فات يعني أنا شاف ليبر بول بداية ممتازة جدا لو ما كانش الستي ماشي قطر سريع كالعادة يعني كونك ليبر بول بقى متصدر عادي ما فيش أي أزمة ليبر بول فقط نقطتين بس من أول ما الدوري بدأ وده شيء مباشر لحد ما ليبر بول يلعب منشستر سيتي فيها كل أنديت انجلتراها بتنفس السيتي على لقب الدوري الانجليزي بشوف انه البداية جيدة جدا خصوصا في ظل ظروف ان انت بني تيم جديد كليا هو محمد صلاح وفان دايك واليسون والباكات ترينت وروبيرسون بس اللي عناصر تقدر تقول ان هي عناصر من القوام الأساسي لسه موجودة في التشكيل ولكن كل الباقي تغير كل الباقي مختلف عن تيم ليبر بول اللي هو لعب الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني ما فيش مانيه ما فيش فرمينو ما فيش ما فيش هندرسون ما فيش نابيكيتا ما فيش تيتيجو ألكنترا ما بيلعبش كتير جاب اربع عجداد في خط النصر رباعي كامل وانت متأكد يعني هما محدش ياخد دقيق تقريبا غير الناس دي اللي اربع عجداد فانهم ينصهروا في التيم انا بقول لك كابتن برضو فيرجيل مهما كانت فاندايك مهما كانت مواصفاته القيادية بس فعلا زي ما بيتقال كده في مصطلح في الانجليز بيقولوه يقول لك المين مان الرجل الرئيسي حتى فيرجيل فاندايك مرة محمد صلاح كان رجع من اصابة كانت اصابة كاس العالم اعتقد او حاجة كده بتاعت محمد صلاح قال اللفظ ده قال ان رجع لنا الرجل الرئيسي المين مان اللي هو محمد صلاح سيبك من مين الكابتن سيبك من كل ده المين مان انا معاك طبعا شخصية اللعب اللي هو شخصية ليبربول بقت متجزدة في محمد صلاح يعني محمد صلاح بقى الناس تربطوا خلاص بشخصية ليبربول ققائد وليس يعني الشردية بتبقى لها مواصفات مختلفة شوية الفترة اللي جاية هتشهد ايه بالنسبة لك هنكلم بالتفصيل على الدور الانجليز لكن ليبربول هيستمر في هذا الاداء على مستوى نتكلم الدور الاولاني هيكون انت شايف مشواره هيبقى عامل ازاي في الدور الاول على قال لي انا شايف لا السيزون ده مبشر جدا مبشر جدا مبشر جدا لانه فيه فيه حالة من رغبة يعني ضخ دماء جديدة والرغبة في إثبات الزات يعني فيه ناس كتيرة فيه كذا لعيب عايز يقول انا اقدر العب في ليبربول انا جامد انا اقدر اقدي يعني مثلا واترو اندو مثلا عنصر قوي جدا وبدنيا بيلتحم بس هو عنده اشكاليات في التمركز عنده اشكاليات في البرقابة السنائية بيترقص بسهولة بس التحام قوي مثلا فده بيترشد يعني ده بيتقال له العب بس لازم يبقى محمي من 3 اربع لعيبة كويرة زي سبوسلاي وزي 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 ماكاليستر وزي الهجوم بقى من محمد صلاح وجاكبو نونيز وجوتا فانا شايف لا الفريق فيه عمق وفيه غير العمق بقى فيه كذا حد عايز يزبط نفسه يعني اللي بيعملوا نونيز السنة دي ملفت لانه هو آه لسه بيضيع ولسه عنده اشكاليات كتير جوات 18 بس هو دلوقتي بقى بيعرف يوصل كتير السنة اللي فاتت ما كانش بيديك احق اصلا بالخطورة صحيح ما بيوصلش كتير زي دلوقتي دلوقتي بيوصل كتير وبيسج طيب محمد صلاح تقالق غير عادي كمان انا يمكن في الانترو تقالق غير عادي كمان لمصطفى محمد مصطفى محمد الموسم ده موسم بداية رائعة جدا بالرغم الامكانات الفنية اللي فريق نانتي مش هي افضل حاجة لكن عامل بداية موسم اكتر من رائع هايل واللي بفكر الناس بي دايما حتى تكلمنا فيه برضو قبل كده يا كابتن مصطفى محمد قرار بقاءه السنة دي في فرنسا قرار صائب جدا 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 قرار في منتهى يعني الرشد في الكارير بتاعه خصوصا انه هو قال انه هو عايز يقوي كمان الانجليزي بتاعه قال كده في حوار سابق انه لسه عنده مشوار في الانجليزي عايز يقوي واضح وانه هو مستهدف الدور الانجليزي وانا شايف ان المرحلة اللي جاية هو كمان هيستهدف فريق من نص الجدول في انجلترا انا متخنى ده اخر سنة مية في المية انا لسه انا هاقدر علىك في اللي انا قلت في الانترو برضو قلت ان يا رب يكون عنده مانجمنت وعنده وكيل يقدر يسوقه بشكل جيد لان ده مهم جدا في الانتقالات اللاعبين تريزيجية اخر شوية في الجزئية ديت ان شاء الله انا شايف ان محمد خلاص مع نهاية الموسم لازم يكون موجود في البريمير ليج لازم يكون السنة الجاية في البريمير ليج عنده كل المواصفات الصراحة انا واحد من الناس شايف انا لمست تطوره حتى بشكل متبع يعني بشكل صحفي يعني تابعت محمد مصطفى في اوقات كتيرة عن قرب جدا غير نوع بلدياتنا يعني من الفيوم بس هو يعني تابعته عن قرب السابقة حتى العارات اللي كان بيطلع بلديات المحلة وطلع الجيش والحاجات دي مصطفى محمد اطور تطور كبير جدا جدا في اللعبة برجله يعني مصطفى محمد كان ملفت جدا في مراحل السنة المختلفة في اللعبة بالرسل كان ده اهم شيء ملفت انه بيجيب من الكرة البيضة والكرة العرضية اللي ضعيفة اللي قد كده وبيجيب الجامد وبيقطع القريبة وبيقطع البعيدة بس كان عنده مشكلة كبيرة انه دايما عايز الكرة في رجله على الشوت بس انا فاكر ده كويس جدا ماتش اللي فات بتاعنا انت غير الفاول اللي بيدول انه تدرب كتير كمان وانه اخد صلاحيات واخد شخصية ويتطور نفسها غير كده لا الكرة في رجل مصطفى مختلفة تماما 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 استحوازه وانزوله لحد ونص الملعب والقرارات بتاعت ان انا عدي من واحد والتاني لا عايز ابين انا وانت للناس ان برضو ما تعملوش مقارنة بين مصطفى محمد في المنتخب وشكل المنتخب وطريقة اللعب لان كان النغمة دي موجودة شوية على محمد صلاح عايز اكدلكوا تاني السيستم مختلف واللعابة مختلفة والرتم نفسه مختلف انت بتلعب سيزون كامل برتم معين انت واخد على رتم المدافعين ورتم المباراة ورتم زملائك وامتى تجي للكرة وانا عارف امتى تجي للكرة وامتى لا هتخش في موضوع مش مؤثر بصراح هو لاقي حتى رقميا هو المواجم الافضل اكيد مش مصر مع المنتخب بالعكس كل احنا بنسوبرت ليه يعني احنا شايفين ان هو ان شاء الله بإذن الله يكون رأس حرب مصر وهو متواجد ان شاء الله الاسنين جاية كتير طيب نروح للعيب مختلف عمر مرموش كمان عنده تقلق بيه تقلقه في البوندزليجا مع فرانكفورت مرموش برضو من الناس اللي اخذت خطوة مهمة في مسارتها انها تتحرك لفريق شوية غير الدقائق بس ما تبقاش قصة حزب الدقائق تبقى قصة احتكاك ونمط لعب زي ما شوفنا بقى مرموش السنة دي كتير قوي غير انه مثلا انا يعني بحب قوي اللعب لما طبعا هي المسألة منظمة في اوروبا محدش بياخد بنالتي هو مش مش مدرج في قائمة البنالتي بس مرموش دلوقتي بقاله في ألمانيا 4-5 سنين بحس يبقى البي ستيكر او المنفذ الركلات السابتة الاول فماش قاري ده بالنسبة لي بيقول ان مرموش ماشي في التراك الصح او اختياره كان مضبوط لتيم زي فرانكفورت خد ضربة الجزاء هو حالا بياخد الفولات فواضح ان في تعاويل عليه بشكل كبير في نادي بحجم فرانكفورت موجود دايما في البطولات الاوروبية غير كده مرموش قريب جدا جدا لمنطقة الجزاء الخصم مش بس من كونه جناح لا بقى ليه تموقع مهم جدا جواه 18 وبقى بيجيب جواه النهارد السناتي جاي بجوم من جواه الستة الحاجات دي ما كانش بتحصل هو كان حوالين ال 18 اكتر او بيخش ويعني بيسدد من بره ال 18 دلوقتي متواجد جواه 18 بشكل كبير ممكن يحصل عدار بالجزاء ممكن يمس الخطورة ففيه تطور واضح جدا برضو في اداءه بالزبط مرموش وبدنيا بيغوى جدا سريع جدا دلوقتي سريع جدا في الأكسلريشن انا بشوف انه هو في البيك البدني انا شايف ان مرموش بيستعجلش برضو على الخطوة اللي جاية انا شايف انه ممكن لو جاله عرض دوري انجليزي ولا دوري بتنسها سألك انت شايفه فين شايفه فين خلال الاربع سنين اللي جاية مش السنة اللي جاية انا شايف ان البوندس ليجا الدوري المنافسة فيه بتقوى صح ما بقتش بايرن بس دلوقتي يعني السنة اللي فاتت دي كانت بروفا للي ممكن يحصل لان دوقتي انت معاك دلوقتي بايرن معتشابي االونسو ماشي خطوة بخطوة يوني من برلين السنة اللي فاتت فضل ماشي خطوة بخطوة وبعدين المنافسة من الجولة ال 15 او 16 بقت هما ودورت مند ال 2 ودورت مند حتى على ترتيب الاقوى دوريات في العالم بقت دوري التاني للوقت يعني البرميال ليج الدور الالماني الدور الاسباني الدور الاطالي ثم الدور الفرنسي فحتى على مستوى المنافسات على مستوى قيمة الدوري بتعلق بشكل كبير جدا عودة النيني ليه قيمة أرسنل كمان على مستوى التشاملز شايف برضو النيني ازاي هل مشاركاتها هتبقى قليلة اول سنة دي هل النيني ممكن جدا يبقى اعارة لأحد الاندية زي ما كان بيتم على مستوى الدوري التوركي شايف النيني فيه لا انا شايف النيني وجوده بالنسبة الأرتيتا يعني طبعا ليه ما بحدش هيتساب في أرسنل علشان دور في قط اللبس بس أكيد هو راجل فنيا قادر وهيكمل ولما ينزل هيبقى عنصر جاي وده اللي بيعمله دايما يعني محمد النيني ما كانش غير في سيزونين مثلا من سنة 2015 عنصر أساسي في أرسنل دايما بيكون ورقة ثالثة في اتنين خط نصف بينزل ياخد دقايق بس هو بينزل دايما من اللقطة دي يعني حتى كل الانتقادات اللي اتوجهت له في أوقات سابقة كانت لما بيبقى أساسي وبياخد مطشاط ولكن دايما لما بتحتاجه بيكون موجود وبيكون أحسن من كل اللي موجودين وده أنا متأكد ان النيني قاعد في أرسنل عشان يعمله دلوقتي بس الدور الأفضل والأبرز والأهم اللي قررت تحطت في النيني ان الرجل ده يعني بيضمن اكتتود هاي في قط اللبس أنا شايف ان النيني وصل للمرحلة دي وده برضو مش سهل خالص طبية حاجات ما كناش بنسمع عنها في المحترفين المصريين زمان دايما المحترف المصري تراب الميكر عايز يعمل أزمة عايز يتحرك عايز يسبب لا وخلي بقى لك الاستمرارية كمان انني بقى له سنوات طويلة كمان لقد حمى سنوات طويلة ان شاء الله مصطفى محمد سنوات طويلة بتتكلم طيب على تريزي جي والعودة من الإصابة برضو رجع بشكل مميز وشكل جيد جدا مع فريقه ترابسين سبورت كمان شايف تريزي جي كمان ازاي في البوسم ده مع فرقته هو اول لما رجع بدأ يساهمه بيسجله بيصنعه وكل حاجة تمام وفتنس عالي الفينش لسه ما قالش اوه زي زي السيزون اللي فات كان هدف النادي كان هدف وبيعنه بيجي من الجنح وبيقطع مشاور كبيرة شايف برضو ان تريزي جي يعني تجربة الدورة الانجليزي شوية اه فديته طبعا كاسم وكل حاجة بس حاسس انه هو يعني تريزي جي ما شافش يعني فيش مدرب في اوروبا فيه لعيبة بتكون محظوظة احنا بان فيه مدرب بياخدها يعمل منها شيء جامد زي سبالتي مثلا مع محمد صلاح مزبوط سبالتي السنتين اللي قعد مع محمد صلاح في روما يعني باللغة يعني مش عارفة جيبة سواء شراصه يعني محمد صلاح كان ناقص شراسة شوية بس سنوات روما وانه اطلع انتقدك في الاعلام كل شوية واقول ان ان انت محتاج تكون كذا كذا فاطلع تاني مرة ابقى فتة اكتر واتخانق مع الضغط بتاع ايطاليا ده شايف ان محمد صلاح رجع منه بعنفوان اكبر بكتير وبكارزمة وبشخصية مهمة لما راح تريزي جي ما شافش المدرب ده شوي يعني تريزي جي افتقد المدرب ده في مسيرته يمكن المدرب في قاسم باشا كان انا مش متذكر بس الاسم عمل من تريزي جي شئ جامد بس انا شاف ان تريزي جي قصة انه بعيد دايما عن الجون قصة انه بيجي دايما مشاور طويلة قوي اه نقطة التميز عنده انه فتنس يعني فتنس وايز يعني او جثمانيا قادر يعمل رقم التهديفية يعني مش رقم التهديفية بيجي بس هو دايما بيجي من بعيد انا عايز حدي يعني او ده وجهة نظر انا كمشاهد يعني ما ازعمش ان انا يعني محلل تكتيك قوي بس اللي قصده انه كمشاهد انا محتاج ان الجناح دايما اللي هو التدخل اللي حصل مع عمر مرموش السنة دي مثلا انا عايز يبقى قريب دايما او محمد صلاح انت كلامت في اللواء دي دي محمد صلاح يعني كان عنده مشاوير طويلة ودايما بتلاقي الاسبرينت التلاتين متر عشان يسجل دلوقتي محمد صلاح وريب شوية ايه 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 احسنا تريزي جي موليد 95 او 94 28 سنة ربنا 29 سنة او 28 سنة الكلام ده مش مكم يعني ال الاسلراشنز العالية طبعا طبعا فهيحتاج يغير مركزه او يتقلم او تبص تلاقي لعب زي ده ارقامه بتقل فلما ارقامه بتقل ينزل لفل تحت في اوروبا وده اللي امكانات تريزي جينا مش شايف ان هي يعني شايف ان امكانات تريزي جي تلعبه لحد 35 و 36 سنة بس يعمل لحتى ديت لان هو السرعات مش هتساعد والسرعات اللي بيستخدمها دلوقتي مش هتساعده كمان سنتين ثلاثة فلازم يتوظف او لازم يشتغل على جزئية ان هو المساحات تبقى اقل شوية يعني الانفراد في انفراد ده فاول ما رجعوا عليه في ترابزون سبور هو عطل المشوار جميل وكسر الافصيد وكل حاجة بس اي لعيب بيطع المشوار ده خاصة لو مصاب وكل حاجة نسبة التفنيش ومع التعف بتكون بلايلة هو ده اللي عايز ترزيجي بس يعالجه انما غير كده كارير مشرف كل حاجة يعني انك بتعرف تدي المية في المية عندك بجسمك وبزهنك وقعت طول الوقت ده وبعدين ترزيجي مر بمصاعب كتيرة جدا لما كان في بلديكا كانت ترجع اي حد سواء بقى من انه ما كانش اللغة احسن حاجة او سواء ان المدربين ما كانوش مقتنعين او الاعارة اللي قعيرها المسكرون او الكلام ده لأ ترزيجي طلع من كل ده في حين ان بعض اللعيبة اللي طلعت في سنة ترزيجي وفي ظروفه كانت بترجع على طول ده انا مقتنع به تماما خلينا خلينا خش على الدوري الانجليزي الجولة الست الجولة الستة نشوف نتائجها ونتكلم شوية على بعض النتائج المميزة فيها المفاجآت بالنسبة لنا نشوف نتائج الجولة الستة من الدوري الانجليزي طبعا المان سيتي فوز 2-0 على نوتنغام فورست كريستال بالاس تعادل سلبي امام فولهام لوتون تاون 1-1 وولفت هامتون برينتفورت هزيمة 3-1 امام ايبرتون بيرنلي وهزيمة امام المان يونيتد 1-0 أرسنال تعادل 2-2 امام توتنغام في طبعا ديربي العاصمة لندن تشيلسي والخسارة نتكلم على شيلسي امام أستون فيلا 1-0 ليبربول بسلسية مقابل هدف امام مستهام برايتون 3-1 امام بونموس وشيفل يونيتد هزيمة تاريخية وفوز تاريخي لنيو كاسل 8-0 النتيجة اللي انت ممكن تقف عندها هي نتيجة ايه تشيلسي طبعا هو وقفنا كتير على الحاجات اللي زادئة ونتيجة بيرنلي ومانشستر ونايتد لانه موتش خادع جدا تشيلسي وأستون فيلا يعني هو مفيش مرحلة انا شفت تشيلسي بائس وياس زي دلوقتي فريق بلا اي انياب يعني فريق انا مش متخيل يعني لازم اه طبعا يبقى فيه فلوس في الكورة وفيه كل ده بس انت لازم يعني قصة انه اول لما جيه اما ماشي بيتر تشيك وماشي الناس بتاعت الكورة وماشي المعد وقعد بس فاهم ان هي فلوس او فاهم ان هي كرة قدم امريكية هتجيب اللعاب الفلاني وتصرب بشكل فلاني وتجيب الجماهير بالشكل فلاني هتنجح ممكن تنجح يعني ممكن رجل اعمال اللي هو توت بويل ده ينجح بالشكل يعني كرجل اعمال ويجيب دوت ويعمل عقد رعاية طويل وممكن ينجح بس اللي بيحصل ده تخريب ممنهج لفريق كورة لمدة عشر سنين قدام هو بس مش بيكتفي بالفشل الحالي في فشل اه ده هو يعني وبالفشل اللي جاي لأ طب بص احنا كان محضرين كمان صورة في زي ما احمد بيتكلم فيه انتقالات كتيرة جدا نروح ده وهات دوت ومبالغ كبيرة فيه طب لا ده غير اعلى النتائج يعني عايزين نجيب الصورة بتاعت تشيلسي كان من الموسم 2017 لو كان تشيلسي حافظ على بعض اللعيبة يعني كان تشيلسي عنده لعيبة مميزة جدا جدا المشكلة اللي انت بتتكلم عليها اني سنة والتانية يروح دوت ويجي ده بأرقام خيالية حتى على مستوى الانفاق على الترانسفير من اكبر اندية اللي صرفت لكن ومدير فني جديد وعنده قبرات كبيرة جدا في الدور الانجليزي النتائج دي اصلي كمان ما تقوليش بقى هي الادارة بس لكن فيه حاجة غلط في الادارة الفنية حاجة غلط في اللعيبة ما تحسش ما فيش لعيبة هو مفرق وما فيش لعيبة فعلا يعني هو مين العنصر التقيل يا كابتن في تشيلسي انزو بس انزو اللي هو انت واحد محتاج كتير عشان يطلع اكتر ما عنده بصفة العمر وبصفة الخبرات انت لما تجيبه بقى في الشتاء وتخليه اغلى لعيب في تاريخ الدور الانجليزي وتمضيه عقد ثمان سنين انت بتقتل الرجل ده بالحقيقة او بتفرض عليه انه هو تمام انا كده لحد ما يبقى عمرك تلاتين سنة اللعب ده ما تتوقعش انه يديلك يعني احنا اللعاب الصغير انت بتضمانه اب عقد اللي هو ايه اربع سنين خمس سنين بس بتحط له بقى نسب هتكسبني كذا انما عقود تشيلسي عقود اللي هو غناوة كده تعالى وانت كمان يعني اتشي كومويكا مثلا جميل وعنصر واحد بس ما تروحش تفعل فيه 40 و45 مليون يورو كل بالمر اه جامد وكل حاجة بس انت انت رميت فيه 40 و45 و40 تشيلسي مانشستر تشيلسي ما كانش يحلم يبيع بالمر بالرقم ده ده واحد ليه كله عشر مرشاط عشر مرشاط في كاريره كلها انت بترمي فين وبتعمل ايه قصة المدافعين الكتار قوي بدياشيل ومانو جوستو مين دول بدياشيل يعني كل دي كواليتيهات حلوة بس لا كواليتيهات بتتفرج عليها اليوتيوب طب انت بتتكلم على قوالات اللعيبة تعال نشوف كمان دي الصورة اللي يقولك 2014-2015 اه بالزبط يعني شوف اللعيبة في كل المراكز بتتكلم على كورتوا بتتكلم على اكي بتتكلم على تموري ده دلوقتي في الميلان رودريجا في ريال مدريجا جيمس الموجود الوحيد الموجود مصاب مش موجود اه يعني كمان ستيرلين موجود كان موجود طبعا دي بروين والجمال موسيالا موسيالا بتاع باير ميونيك ومحمد صلاح وموراتا يعني تخيل يعني هي الجزئية اللي بتتكلم فيها انه هو التغيير الكتير وكل سنة تجيب لعيب بمبالغ كبيرة وبعدين الدنيا تعاصلك وهتجيب لعيب تاني الامور ده يعني ده حصيلت ما تم من ادارة تشيلس خلال السنوات اللي فاتت خاصة بعد لا توت بويلي تحديدا توت بويلي تحديدا يعني توت بويلي قصة الشتاء اللي ده صارف في 350 مليون ده لأ هو هو الراجل دماغه ان انا هجيب خمس ست العيبة يكسبوني كل حاجة دلوقتي ايه ده هو فاهم انه كرة قدر امريكية او كرة سلة والرجل امريكان فده منظوره عن الرياضة هات لبرون جيمس وهات هاردن وهات العيبة بتاعت البسكت اكيد هكسب ايه بس هو بيعيد ليه التجربة التجربة عملها وفشرت بيعملها تاني ليه بيقررها تاني ليه يعني هو هو لما صرف الصرف ده في الشتاء ده بيضغط يا كابتن على المريكاتو اللي بعده فلازم ان هو يصرف صرف معين في موسم الانتقالات فالسنة دي بقى لعيبة السنة دي المريكاتو الصيف بقى لعيبة ب350 مليون يورو بقى لعيبة سرح لعيبة كده في فريق كامل وجاب فريق كامل الفريق كامل ده ب300 ب280 برضه هو من بين الاعلى انفقن في العالم كله لانه كل الانديه عارف ان ده من الاخر لان عارف لما تعرف ان في حد بشاري البيع قوي يقولك البيع ده سبون فهو تشيلسي ومانشستر ونايتد زباين المريكاتو من اول السنة اللي فاتت كل حاجة بتتعا اه هاد ده وده عايزة فانتوني مية تعالى مية وهات انتوني وهم موقف عن الكرة بقاله شوية بسبب القضية اللي حصلاله كامل عيب سانشو وفي الاخر وقفته كريستيان رونالدو متاح يلا اتفعلوا هاوهاتو وتعالى نتخانقوا نهد النادي تشيلسي عامل زبا منشستر يونايتد ده بياخدنا بقى اليونايتد لان النتيجة التانية ايوة اخدنا بقى اليونايتد خادعة جدا برضو فريق بائس جدا 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 بلا اي خطورة بلا اي انياب مليء بالمشاكل مليء بالمشاكل نتيجة خادعة بعد النتيجة خادعة تاني من البيرن في ألمانيا اربعة تلاتة تحسسك ان مانشستر يونايتد كان عامل ماتش خرافي وهم كبير ده وهم الماتش ده يخلص تسعين تلاتة يخلص رقم تاني خالص يعني لانه كانوا موفقين زيادة وان كان مانشستر يونايتد بصراحة عشان ما بقاش مكتزق لأ كان عنده شكل هجومي مثلا كويس في ماتش بايرن بس ما فيش يعني ما فيش انياب فريق فرق غلبانة فرق بائسة خالص من غير اي شراسة ماتش بيرنلي طول الماتش بيرنلي افضل طول الماتش تسعين دقيقة بيرنلي افضل الجون اللي اتلغى ميسكو فيه كتير او افصيد واضح جدا جون برونو اه تمام الكواليت التفرق في الحاجات دي يا كابتن الباس حلو والفيرس تايم جميل بس ما فيش ما فيش فريق فريق مهترق محتاج تدخلات واضحة في المركاتو الشيء الوحيد اللي يقول مركاتو على سؤال ادارة الفنية بعض التقارير او بعض الرومورز بتكلمه على ايريك تنهاج انه هو ممكن جدا يكون فيه تغيير في الادارة الفنية شايف ده هيحصل ولا لا الدنيا لسه هتستمر على الادارة الفنية فترة كمان يعني انا اظن مشكلة التنهاج الوحيدة الاتتتود الجنب الشخصي اللي هو انه سريع الخلاف بس هو النادي ده متوتر جدا يعني الوضع متوتر بسبب الادارة الجليزرس يعني انا شايف انه رفض العرض القطري اللي جي في الصيف والاصرار على رفضه الاصرار على رفضه كان محير لدرجة مرعبة يعني انت كحزبت برضو رجل اعمال امريكي وكان وصل لستة آه ستة مليار حاجة رقم كان مهول يا كابتن وشايف انه يعني انا مش عارف ما املوش اي جدوى ودي الدخلة اللي ممكن ايه يعني تبقى عاملة زي الصدمة كهربائية كان لتفوق واحد من الموت مثلا بس ده مانشستر ما رحلوش برضو وده كان شيء غريب يعني شيء غريب بالنسبة لي او توجه بصراحة انجليزي ضد الفلوس العربية بعد نيو كاسل طيب اعجيلك في نيو كاسل الفرؤات اللي واضحة في نيو كاسل بعد السندوق الاستثمار الصعودي ما دخل نيو كاسل يمكن السنتين الفاته او يعني مين سنتين كان بيعاني من الهبوط كان عنده مشكلة كبيرة جدا دلوقتي بيلعب شاميونز ليك ونتيجة كبيرة جدا جدا ضد شفل ده شفل 8-0 من النتائج الكبيرة جدا نيو كاسل لسه ما عملش اي حاجة يعني نيو كاسل لانه برضو كان مسقل بمسألة اللعب المال النظيف يعني على فكرة نيو كاسل ما جابش صفقة كبيرة لحد دلوقتي صحيح غير اذاك اعتقد من ريالسو سيداد طول الوقت لسه نيو كاسل اللي هو برونو جو ماريش دي الخناقات اللي دخلها وكسبها بسهو لسه ما دخلش يعني لسه ما دخلش ومع ذلك راح شامبيونز ليج فده هيديله برح مدي كويس ممكن يلعب شامبيونز ليج السنة الجاية لو كمل عنده فرصة انه هو لو وصل التمانية في شامبيونز ليج بياخد مبلغ كويس وبيساعده في الفير بلاي برضو المبلغ اللي بتطلع من الشامبيونز ليج بيبقى لها اولوية لسد العجز في الفير بلاي دايما السنة الجاية انا متخيل هيبقى موسم انفاق كبير جدا لنيو كاسل ولعبه كتير فعلا هتفضل نيو كاسل كوجهة بتشارك في الشامبيونز على طول يعني لما هيتارد عليهم مانشوستر رونايتد او تشيلسي اللي مش هيروح شامبيونز ليج اكيد ويتارد عليهم نيو كاسل او برايتون مثلا من السنة الجاية هيروئ بقى دي خلاص الانديهية كرة كده يا كابتن اللابة وده الشكل اللي يعني احنا لو كنا نفتكر بلاك بيرن روفرز مثلا في 95 وبياخد داوري خريطة كمان الدوري الانجليزي في بعض الاحيان او في السنوات اللي جاية هكون فيها تغيير شوية على مستوى الطوب تيم او انت فاكر يا كابتن كلمة بيك فور او طب ما معاتش في بيك فور صح وكان زمان يقول لك طب بيك سيكس ما فيش بيك سيكس ما فيش كبار دلوقتي معاك من الاول لحد التامن او التاسع فرق بتنافس على كل المقاعد او طبعا السيتي بيغرد خارج السرب لاعتبارات تخص جورديولا انه ما بيسقطش يعني ما بيسبش ولو ازاي السنة اللي فاتت متأخر لحد الجولة تلاتين واحدة واحدة برضو بيطلع السلم واحدة واحدة وفضل يضغطك انما لو بدأ زي السنة دي كده هو ماشي زي ما هو ريلنتلس يعني مش هيسيب الموضوع خالص انما بقيت الفرق لا المنافسقة يعني انا انا مش معا دايما مع المبالغة في ان الدور الانجليزي هو الاقوى بس هو الافضل والاقوى كتسويق واعلام بس مش دايما باقتنع بقسط طول المواسم بس طول المواسم في حاجة واحدة بس ان دايما من الاول للتامن او التاسع الفرق دي نسبها متساوية انها تبقى في المربع دي حالوة يعني البريمير ليج انت بتتفرج على كل الماتشاط انت ممكن تقول ليفر بول قريب شوية المان قريب شوية لكن بتلاقي المستوىات متقربة خالص ونتيجة مختلفة نتيجة تمانية وتسعة دي بقت تخدك في الدور الانجليزي ولا بقى خلاص عادي اللي هو ممكن جدا في اي اسبوع فرقة تكسب سبعة وفرقة تكسب تمانية ولا الرقم خضك ده رقم خضيني بس استيل يعني يعني هو طبعا شفلد لسه صعد حديثا ممكن يعني يتقبل ان ده يحصل ده بيحصلش يعني عادة دي طبعا احمد اكبر النتائج في تاريخ الدور الانجليزي يعني انت بتتكلم على في تسعة وتوتنهام مرة كسب ويجان تسعة واحد بتتكلم على تشيلسي أيام العز كسب استنفلا تمانية سفر وتشيلسي فاز على ويجن تمانية سفر نيو كاسل الاسبوع دوت فاز تمانية بتتكلم من ساوس هانتون المان سيتي طبعا على واتفورد برضو تمانية المانشيسر يونايتد على ساوس هانتون تسعة سفر وقرر نفس النتيجة مع احد الفرق يعني مش شايف ساندرلان ساندرلان فبنتكلم على الارقام دي بقت عادية في البريمير ليج ولا انت شايف اللي بقى عادي الاربعة والخمسة والحاجات دي ده برضو ما كانش شائعة وكاد دايما تلاتة واحد اثنين واحد اربعة اثنين اربعة واحد بس منشستر سيتي الخمسة والستة اللي بقت عادية انما السبعة تمانية تسعة الحاجات دي لسه يعني والسنة اللي فاتت سبعة بس ليفر بولو منشستر وكانت ضجة مدوية التمانية دي ممكن ما نشوفاش تاني طول السيزن بس هو لو هيقولك حاجة هيقولك ان الكرة الانجليزية ما عادتش بقى كرة الكرات الطولية واللعب العقيم والمشعارف الا الكرة دلوقتي بيتعلم واضح الواحد زاد واحد بيساوي اثنين احيانا لدرجة يعني تداي المشجع اللي عايز يستمتع بس او اللي عايز يشوف فنيات لا هو واحد زاد واحد بتساوي اثنين دلوقتي بشكل علمي خلاص نيو كاسل صرف كذا هيعمل كذا ايدي هاو بيجي يعمل كذا ممكن السنة جاية حتى مع نجاح كبير لنيو كاسل طبوس لهم يقمشوا ايدي هاو وجابوا مدرب عشان خلاصت بقت الفيز اللي جاية القاب القاب فعايز مدرب ليه تاريخ في اوروبا مثلا او يعمل كذا فهي الكرة بقت يعني التمانيات والحاجات دي حتى ممكن شيفل ديونايتد اه ما تغلب بنتيجة كبيرة بس ممكن الادارة الفنية مش حاسة بزلزال كبير او اي حاجة غير انه صاعد لانه ده بقى بيحصل طيب على مستوى ديربي ديربي لندن توتنهام والارسنال شفت المباراة ازاي ويمكن هما من الفرقتين في دلوقتي في اربع فرق ما تغلبوش لغاية دلوقتي المان سيتي وانتر ميلان فشفت الديربي شفت المباراة فنية ازاي مباراة فنية كارنة قوية جدا جدا خلصت في ستين خلاص تحس ان الفرقتين بيرتدوا دايما ارسنال وتتنهام وارسنال وتشلس ديربيات لندن بيرتدوا باتنين اتنين لو حصلت اتنين اتنين ما بيروحوش للتالت ده ابدا ارسنال بدأ كويس وكانت الدنيا يعني معقولة بشكل كبير بس يعني بحس احيانا برضو يعني في حتة ارتتال محتاجة يتعلمها دي الله دي الله بخسرته الدوري السنة اللي فاتت انه يبقى مثلا كسبان اتنين صفر فدا عشرة مع مسلا وستهام السنة اللي فاتت وبصل الماتش ده قلب الماتش ده مانفع يقلب انت بتنفس عالدوري يعني نفع اقلب في الجولة الاولى التالتة بس ما قلب ش منك بس انت بتنفس عالدوري اتنين صفر في الديه عشرة مالش ده. هو رجل ده ما بتعلمش ده. جورديولا لحد من ثلاثة اربع سنين كان دي كان دي على فكرة كابتن مشكلة جورديولا. انه بيلعب بيلعب ريال مدريد مسلا في السنتاج وبرنابيو. صح. وتوفان هجمات. توفان هجمات. ويوم طلع محرز ومتأكد انها واحد سفر. فيبص الليها تلاتة واحد. احنا بيبقى فيه قرارات. يعني اللي هو عمله السنة اللي فاتت مثلا جورديولا. كانوا بيقولوا غرور وضامن وشكل. ما تعلموش ده في اسبانيا. اسبانيا مش دي المدرسة. مش دي الكورة بتاعت اسبانيا. اسبانيا هو عايز ييدوس عليك ييفضل الكورة في رجليه. ييدوس ويجيب اربعة وخمسة وستة. يكورة في رجليه ويقتل المتش دي طريقته في قتل المتش. تمام لو ده جورديولا عمله السنة اللي فاتت. وعرف في ياخد بيه اوقات في المتش. بس حتى السنة اللي فاتت ومانشستر سيتي بيلعب ارسنل بيلعب انتر في نهاية الشامبيونز ليج. انتر كان اخطر منه بمراحل وكان يقدر يعقد عليه الامور. بس يعني الحظ خدم جورديولا زي ما كتير تخلى عنه في اوقات كتيرة في الشامبيونز ليج. ارتيتا كتلميز لبيب. انا بشوف ان الحتة دي مفقودة تماما عنده. الارسنل ما بيعرفش يسير نتائج مباريات. يعرف يعمل منتدات. عرف يرجع من بعيد. دي حاجات ارتيتا فعلا دخلها بالحماس وبالقوة وبالمنتاليتي وبالقوة الفنية. ما خلا نقول ده. بس دايما الماتشات بتاعة ارسنل. ارسنل ما بيعرفش يسير الماتش. يعني تحس انه لو تعقد منه او بقى خصم كبير. ارسنل بيبقى ايه يعني. يعني بيواجه مشاكل تحت إقادة مايكل ارتيتا في الموضوع ده. صحيح. هكلمك كمان على على برايتون. كمان برايتون عامل شكل جاي جدا. لكن طبعا عايز اقول لحضراتكم. خبر يهم جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. ان الفيفا اعلنت صدور تذاكر المونديال. كاس العالم للاندية. والفيفا بيطرح عبر موقعها الرسمي الدفع الاولى من تذاكر مباريات المونديال للاندية. بكرة ان شاء الله يوم الثلاث. وطبعا يعني جماهير النادي الاهلي ما بتتوصاش. ومحفل ودايما حفلة كبيرة. ودايما انا شايف ان كاس العالم للاندية بقى ايقونة النادي الاهلي. ودايما خلاص بقى من البطولات المفضلة للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا لفرقتنا. وان شاء الله بإذن الله يعني التواجد الجماهيري للنادي الاهلي هو يعني الجوهرة وهو رمانة الميزان في كل البطولات. ان شاء الله كل التوفيق. برايتون سريعا. شايف كمان برايتون. ودلوقتي في المركز التالت ماشي بلعب بلعب كورة جميلة جدا. كورة هجومية. كورة متزنة بشكل كبير. ديزيربي ده مدرب مسير للاعجاب لدرجة يعني انا بصراحة مفيش مدرب عجبني كده من فترة لان انت بس مش يعجبك. ايطالي كمان يعني يعني. لا وجايف. شكله شكل مقتالي. في وقت هو ما خدش مثلا اعداد طويل. صح. المدربين دوله احنا افتقدناهم جدا. يعني جراهان بوتر مثلا اه ام مشي وعمل برايتون حاجة جميلة. لما مشي المفروض تفتيم ده خلاص كانت فك وكل حاجة. مزبوط. بس تحس ان هما كانوا مصطادين يعني. في حاجة في البزنس يقولك ايه. الهيد هونتنج. ان انا ايه. انا انا مصطادر راس دي. عشان انا. انا مفيش حد هيحللي المشكلة غير ده. بزيربي لما جي. والحاجة يعني. الحاجة الملفتة جدا في برايتون ان تحت اي ضغط. من اي خصف. حتى الستي. حتى ليفربول. بيعرف يطلع بالكورة مزبوط. لما كان عنده حالس زي روبرت سانشيز. السنة اللي فاتت واحد من افضل حراس العالم اللي بيلعب برجليه. ميشي. راحة تشيلسي. لان دفع فيه برضو رقم حرافي كده. خمسين مليون يورو تقريبا. لما ميشي. تمام. بنبدأ تاني الهجم عادي. لما كايسيدو اللي هو اهم عنصر كان بيجيب لك الضغط. تمام. خلينا نبدأ عادي باللعابة اللي عندنا دلوقتي. حاليا دلوقتي عنده خط هجوم مميز جدا. ايفن انجليزي. لعب عشر ماتشات تقريبا. جاب خمس او ست اهداف. السنة دي اساسي. المواجم الرئيسي. كل ماتش جون على الاقل. عنده اجنحة. عنده متومة. بالمناسبة كابتن متومة. دارس تاريس. دارس. 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 محضر. محضر دراسات عليا في الدريبلينج. ده مش مبالغة. هو عنده. هو ده. مشروع التخرج. هو عنده. من اقل سكيلز ده. دريبلينج. وعمل عليه مشروع. عمل عليه دراسة اكاديمية. دراسات بداش هذا. فهو. ده اللي بيحصل في الملعب. متومة. الدريبلينج. مش ممكن. عنده حاجات كده. مفقودة من امر رونالدين. يعني اللي هو. اللي هو. بس. هو تحس بفعل الروبوت. يعني. مصنوع في اليابان فعلا. وبيعمل ده. ومن عناصر قوة اليابان المهمة. انسه. فات الماتش اللي فات. برهن انه هو قادر يدي. وبدأ يدخل في المنظومة. لعاب زي سولي مارش. حاجة. يعني. لو تشوف اللعاب اللي طلعت من برايتون. سيبك من كل اللي حن نتكلم فيه ده. والكرة الجميلة. شوف مين اللي طلع. وشوف الفريق بيتحسن ازاي بعد. يعني. طلع مكاليستر. وطلع كايسيدو. وطلع روبرت سانشيز. اه. فضلت محافظ. انت رفضت النمارش يمشي. رفضت النميتوم يمشي. لا. بس. عناصر مميزة خرجت. يعني. اي فريق ممكن جدا. الحتة دي تاخدل تحت شوية. بالعكس. انت شايف. مش نفس. افضل. 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 انت التالت لحد الجولة السادسة. ممكن الموسم ده. يروحوا دوري اوروبي بس. السنة دي راحوا دوري مؤتمر. السنة اللي جاي روحوا يوروبا ليج. السنة اللي بعده يروحوا شامبيونز ليج عادي. تبقى الامور سهلة. ايه اللي انت تطلبه من نادي كان من اربع سنين او خمس سنين في الدرجة التالتة. اكتر من كده. هو ده. وده اللي خليك تقول برضو ان التوزيع بتاع يعني ان الانجلترا نموذج في مسألة انه دعم الفريق الصعد من تحت. انه على عكس اسبانيا وعلى عكس فرنسا وعلى عكس وعلى عكس ايطاليا. لا انت بتدي رقم كويس جدا. وبتصرف على الشامبيونشيب البطولة التانية اللي عندك صرف محترم جدا. سواء في البس. او في انك بتحفز التلات فرق انهم يطلعوا. يعرفوا نفسه الحيتان اللي في البريمير ليج. فدي يعني الفير بلاي كما يقول الكتاب يعني. فانا شايف ان تجربة برايتون تجربة ملهمة جدا. طيب. نتكلم على لعيبة خرجت. والاداء في تحسن كبير جدا لبرايتون. نتكلم على المان سيتي. خروج برضو كانسلو. خروج رياض محرز. ما حسناش بالموضوع بشكل بشكل كبير. والمان سيتي بالعالمة الكاملة. يعني هو كانسلو رياض محرز ما كانوش ابدا. يعني طبعا رياض محرز لايب كبير وكل حاجة. كانسلو السنة اللي فاتت قضاها نصها متخانئ في الستي ونص تاني معارف البير. بس حتى محرز ما كانش ابدا العنص هو عنصر فارق وجميل. بس ما كانش اهم مع ناصر بيب جوارديولا ابدا. يعني يعني. يعني ما حطوش على نفس الحاجة مع دي برويني او مع هالند او مع فودن حتى. هو خد اكتر منه السنة اللي فاتت. رغم ان محرز رقميا ولعيب اتقل بكتير من فودن. طبعا. لسه وكريره اعلى. بس مثلا عنصر زايدوكو مثلا اللي دخل في التشكيلة ده. هاي. مشكلة كبيرة. لا ده مشكلة على البريمير ليج. اه. يعني هو لسه ما قالش. ده لسه الليلو. اه. يعني ده ستيرلينج المعدل. طبعا ده ترتيب طبعا المان سيتي بالعلامة الكاملة. ليفر بول في المركز الثاني. برايتون في المركز الثالث. توتنهام الرابع با 14 نقطة. الأرسنال الخامس با 14 نقطة. قاستون فيenedla. لا بأس. بداية جيدة جدا. الاستنفيلا. في المركز السادس با 12 نقطة. ويستهام يونيتدd السابع بشر نقاط. ديو كسر بكسر ب 9 نقاط في المركز الثامن. المان يونيتد في المركز التاسع بي بي تسع نقاط. كريستل بلس العاشر ب 8 نقاط. فولهام حداشر. نوتنهام اتناشر. برينفورد في المركز 13. بست نقاط. تشيلسي في المركز ال master خمس نقاط طبعا بداية سيئة جدا ايفرتون يعني الفوز الاسبوع اللي فات يمكن بقى في المركز الخمستاشر وولف الحامتون في المركز ستاشر أربع نقاط والأربع الفرق الأخيرة بورموس في المركز سبعتاشر تلات نقاط وكل من لوتون تاون بيرنلي واتشيفلد نقطة وحيدة أبو حميد بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا على فكرة دايما بتشرفنا وبتنورنا ويكون بإضافة يعني كنا عايزين نلحق نتكلم على الدق قولي سريعا رأيك في ديربي طبعا قتلتك ومدريد وريال مدريد بس عشان إيهاب الجنيدي عشان خطر إيهاب الجنيدي قالي الحاكم قتلنا ومش حاكم قتلنا قتلتكو استحق الفوز تماما الباكات السيميوني بيكتشفها يعني لوني في الماتش ده بصراحة عمل ماتش الباكليفت حتى لما خافجها لنزل مكانه ماتش كبير التلات أهدف بنفس الطريقة مشاكل كتيرا في عمق دفاع ريال مدريد بغض النظر على مسألة الحكم والمبالغات ريال مدريد استحق الهدف بصراحة يعني استحق هدف نهاية الشروط الأول أنا شايف أن القواعد بتاعت التسلل بقت يعني ريستريكتد أكتر من اللازم فأنا شايف أن ريال مدريد استحق ولكن أتلتكو مدريد استحق هدف ريال مدريد ولكن أتلتكو مدريد قاسا على 90 دقيقة خنات طرف الأفضل بلا أدنى شك يعني نشكرك شكرا جزينا أبو حميد نورتنا شرفتنا شكر متواصل لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا من نهاردة في المحترف هشوف حضراتكو إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف